السلام عليكم ازايكم عاملين ايه انا احمد جويش فيديو قناة برومو اهلا بيكم في فيديو جديد والنهاردة معنا مراجعة فيلم الكريد الجزء التالت تابعوا معنا الفيديو محتاج جدا ان ندعمكم فما تنسوش تعملوا لايك في الفيديو وشير ما اصحابكم وتاكدوا انتم مشاركين في القناة ومفعلين الجرس عشان يصاركم كل جديد ويلا بينا نبدأ بعدما اصبح ادونس كريد في قمة عالم الملاكمة بيعتزل للبقاء مع العائلة ولكن يعود صديق طفولته داميا بعد الخروج من السجل داميا الذي يريد اثبات جدارته عن طريق هزيمة ادونس. يحدث نزال تاريخي بين الصديقين. والفيلم من اخراج مايكل بي جوردن في اول تجربة اخراجية اليوم. نروح لجوزية القصة في السيناريو. اول ايجابية معانا في القصة معروف دائما في افلام عالم الملاكمة وافلام الرياضة عموما وافلام روكي بشكل خاص ان الفيلم بيبقى ماشي معانا برتم واحد. البطل بتاعنا اللي هو الشخص الطيب بيجي الشخص الشرير او الشخص الطرف التاني في النزال بيغلبه. فيبتدي البطل بتاعنا يشتغل على نفسه يتمرن اكتر يعمل تمرينات قاسية اكتر ويتمرن ويعمل كل حاجة راضية في جوع بيته عشان يرجع يخش في نزال تاني مع الشخص الشرير والمرادي بيقدر ان هو يغلبه. تلفت الاشكال والانواع ولكن ده النمط اللي بتبقى الافلام ماشي عليه. الجميل هنا المرادي ان الموضوع اخد ابعاد تانية. الموضوع يعني القصة قريبة طبعا من الشكل ده ولكن مش هي الصورة النمطية. فيه اضافات. فيه شغل معمول على القصة عشان يتقدم نوع مختلف شوية. المرادي القصة واخد عمق درامي. واخد بعد درامي اضاف كتير للفيلم وعمل شوية حاجات كويسة كانت موجودة في القصة. وكل ده بطريقة تقديم كانت حلوة جدا. الفيلم خد راحته في تقديم القصة بتاعته وتقديم الشخصية الجديدة بتاعتنا اللي هي داميا ومع ذلك ما فيش اي ملل ما فيش اي مط ما فيش اي حاجة. الفيلم الرتم بتاعه كان حلو جدا. وقدر يقدم الحاجة بتاعته بشكل كويس اوي. لكن بالنسبة للجنب الدرامي في الفيلم ففي ملحوظة واحدة بستعلي. الفيلم فيه منطقة رمضية موجودة فيه كده. يعني خلت مشاعر الواحد متزبزبة. انا مش عارف اتعاطف مع مين احب مين واكره مين. شاهدر اتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي لكن هتكلم عنها في اخر الفيديو بحر. ايجابي في المنطقة الرمضية دي كان فكرة ان دلوقتي الانسان ما هو الا شوية قرارات. القرارات دي يا تصيب يا اما تخيب. ممكن انت تاخد قرار تدمر به حياتك او تدمر حياة حد تاني عزيز عليك بقرار منك. وحتى كمان لو انت كنت طفل وخدت القرار ده فانت ممكن خدت قرار غلط وانت طفل ازيت به نفسك او ازيت به حد تاني. يعني ممكن تقدر تدفع نتيجة قرارك ده لغاية دلوقتي ما بتجبر. او الشخص اللي انت ازيته بقرار منك وانت طفل ممكن برضو يكون اتقاذى به كتير وبيدفع تمن قرارك الغلط ده لغاية دلوقتي. الفكرة دي جميلة جدا وفكرة واقعية للغاية. الحاجات برضو اللي عجبتني في الفيلم هو وجود دراجو. دراجو هو اللي كان الفيلن في الجزء التاني. الشخص اللي كان الشرير موجود معنا فهو موجود معنا دلوقتي. شخصية جانبية ملاش اي تأثير. ولكن يعني مجرد وجوده كان حلو. قد انطباع ان دي في الاخر رياضة واي عدوة بتحصل فهي في الحلبة فقط. ولكن برا الحلبة احنا بنشتغل وبنعمل شغل مع بعض. ممكن نشتغل ونجيب فلوس كلنا مع بعضينا وعادي. يعني دي الاخلاق الرياضية. ان انت دلوقتي لما تبقى في منافسة مع حد المنافسة بينكم بتبقى في مجال المنافسة اللي هو على الحلبة فقط. ولكن خارج الحلبة عادي ما فيش اي مشكلة. يبقى الاكتر حاجة دايقتني واكيد هي دايقت ناس كتير. وهو طبعا عدم موجود روكي. عدم موجود سلفستر ستالوني روكي. اللي السلسلة دي معمولة كلها على حسه اساسا مش موجود. واللي يدايق اكتر ان روكي هو كان خارج الحسابات. حتى السلفستر ستالوني ما تمش التواصل معاه اصلا عشان يعمل دور مسلا او هو رفض او اي حاجة. سلفستر ستالوني هو مؤسس شخصية روكي. وهو يعني روكي الجوز الاول هو كان من تأليفه. هو الفكرة بتاعته كلها كانت موجودة معه ولكن هو ما عندوش اي حقوق للشخصية. يعني هو اتكلم انه زمان ساعة لما كان عامل هو كان كل هام والوحيد ان الفيلم ده يطلع الامور التجارية بقى بتاعت ان حقوق الشخصية والكلام ده هو ما كانش بيهم في حاجة. هو مجرد ما الفيلم طلع والفيلم استمر فخلاص هو بالنسبة له كان كده النجاح. انك دي بقى في الاخر تعاملوا بالطريقة دي وتطلع برا الحسابات تماما وما تتواصلش معاها خالص. يعني دي حاجة الحقيقة يعني حركة وحشة جدا. ونروح للاخراج. الفيلم هو التجربة الاخراجية الاولى للممثل مايكل بي جوردون. التجربة الاخراجية الاولى يا اما تصيب يا اما تخيب يا اما تبقى كويسة والناس تشيد بي وقلق اضع ليه مستقبل في الاخراج. يا اما تخيب والناس تقول له يا عم انت كنت بتمثل اللي ده خلك عن الاخراج اللي لدي مش بتاعته. ولكن الحقيقة الاخراج هنا كان موجود عشرة على الاخراج هنا كان جميل جدا وواضح ان المخرج شخص عايز يبدأ شخص بيحب الحاجة اللي هو بيعملها. الصورة البصرية كانت حلوة جدا بالذات في المشاهد القتلية مشاهد الملاك ما شفنا ان في يعني يدامج كده بين بين وبين الدرابات السريعة في شغل اخراجي كان حلو. والفايت الاخراني الحقيقة كان رهيب. رغم ان احس ان كان في بعض المبالغة في اللعب الاخراجي اللي حصل به. ولكن هو طلع بصورة حلوة جدا وبصورة جديدة يعني اللي هو فيه فيه فكر وفيه ابداع سواء بقى انت اعجبت بيه او ما اعجبتش ولكن فيه جديد اضاف في المشاهد الاخراني. طبعا المازيكة والساوند تراك اللي كان مستعمل برضو كان حلو جدا ويعني احنا متعودين بقى على المازيكة الجميلة دي في الفيلم سواء في روكي في كريت في اي فيلم رياضي دايما لازم ينزل بالساوند تراك القوي والمحفز بتاعه. اما عن الادال تمثيلي في يعني جونسان يا ربنا فك سجنه بقى عشان ما ممكن يتحبس ومنشوفش وشه تاني اساس. الراجل ده يعني بيقدم نفسه بطريقة حلوة جدا وبيفرد عضلاته دلوقتي وبيبين قد ايه ان هو ممثل قوي. هو في الفيلم كان هو اخد كل الشاشة الحقيقة. الراجل عمل اداء تمثيلي رهيب. الشخصية بتاعته خدمته وقدت له الظروف اللي يقدر يعمل فيها اداء تمثيلي حلو. هو ما كدبش خبر. عمل اداء التمثيل بتاعه اللي كان رهيب. عزه مستضعف وبيحاول استضعفك كان موجود قدر يعمله بشكل حلو جدا. القوي والشرير واللي محدش يقدر عليه كان موجود قدر برضو يعمله بشكل حلو جدا. فالحقيقة الراجل ده يعني اداء تمثيلي رهيب وخسارة ان هو مش من الناس الطب اللي موجودين دلوقتي. وطبعا بعد اللي هو المعضلة اللي هو فيها دي ولو ما حدش يعرف ايه المعضلة اللي هو فيها فهو مقبوض عليه بتهمة ان هو تعدى على واحدة. ودي طبعا حاجة كبيرة جدا حتى لو خرج منها يعني دي بتفضل حاجة ملزوقة فيك كده لو ما بتقدرش تتعافى منها بعد كده. لكن خسارة الحقيقة ان حد بالاداء التمثيلي الرهيب ده ما يكونش من نجوم الطب اللي موجودين معنا حاليا. مايكل بي جيردون برضو عمل اداء تمثيلي حلو جدا الراجل هو المخرج وهو اللي بيحرك الدينية كلها فاكيد ما تتوقعش منه اداء تمثيلي وحي. شخص دول كانوا شخصتين الرأسيتين معنا وهم اللي اهمنا الاداء التمثيلي ان التركيز كله كان موجود معاهم هم لا. فيلم كريد الحقيقة خالف كل توقعاتي انا كنت متوقع ان خلاص الفيلم ده يعني لو مش هيقدر يقدم لي حاجة جديدة. ولكن هو قدم شيء جديد وقدم حاجة نالة اعجابي وتقييمي الرقم ليه هو تمانية من عشر. الفيلم ده انا استمتعت جدا بمشاهدته ويعني يمكن المشكلة الوحيدة اللي موجودة معها بالنسبة لي هم مشكلتين. الحاجة اللي فيها في الحرق قدام. وطبعا موضوع روكي ده الحقيقة حاجة حركة وحشة جدا من صنع الفيلم. تيبقى وصلنا لجزء للحرق فلو ما شفتش الفيلم فالفيديو بالنسبة لك كده انتهى. شفنا ان داميان كان قد ايه هو شاب له مستقبل في عالم الملاكمة وكان شخص قوي وكان احتمال ان هو يكون من النجوم اللي موجودين. ولكنه دخل السجن بسبب حركة غلط ادونس عاملها فهو بسببه دخل السجن وبعد كده ادونس تخلى عنه ونفضله تماما وبال هو نساء يعني لو هو خلاص دخل السجن نساء ونفضله وراح شق طريقه هو بعدين بقى شق طريقه في الملاكمة اكتر كل ده داميان قاعد بيتفرج عليه وبيشوف ان هو اصلا كان مفروض يكون مكان وهو كان مفروض كل النجاحات دي هو كان يبقى موجود فيها. لو جيت تبص الموضوع من الزاوية دي طبعا ادونس هو الغلطان. كان طفل وخد قرار غلط وكل الكلام ده فوق دماغي. ولكن يعني هو السبب في ان داميان يدخل السجن. فبالتالي انا متعاطف مع داميان. يعني داميان انا متعاطف معاه لانه شخص ما اعملش حاجة في الموقف ده. وبمع ذلك هو اللي دفع التمان. ولكن تلف الايام بقى وبعد ما داميان بيطلع من السجن طبعا ان بيدخل السجن مش بيطلع نفس الشخصة لازم بيتغير. فطلع بقى وكله كره اتجاه ادونس وجاي عايز ياخد منه الاضواء اللي يظن ان هي بتاعته. فبالتالي انا دلوقتي بقى فيه تعاطف مني اتجاه ادونس بعد حتى ما سمعت الاسباب بتاعته. ولكن انا متعاطف مع ده. متعاطف مع ده. فانا مش عارف دلوقتي مين اللي اتعاطف معه. هنا بقى الفيلم هو اللي يعني ايه ما صدر ليش ان ده الشخص الشرير فاكرهه. لا هو يعني ريماني في منطقة رمضية كده. على قد ما هي اضافت كتير جدا للفيلم. وعملت عنق درامي رهيب. ولكن برضو انا كمشاعر انا بيتمتزبزبة. مش عارف انا اتعاطف مع مين ما هو. يعني عارفين لو ده مين كان كسب في الاخر. انا ما كنتش حابقى متضايق. يعني انا ما كنتش حابقى متضايق بقى ولا هو عليه وزاي ده الشرير وكده. لا انا هو مش شرير. هو انسان عادي جدا. ولكن الظروف اللي وصلته لك. بس النقطة دي طبعا مش ميتايق. يعني اللي هو ايه ده ازاي وليه الفيلم كان لازم يعملها بشكل افضل من كده راح قدني. لا هي يعني نقطة بس عملت لي شوية تزبزب كده. فكنت حابب ان انا اوضحها معكم. بس كازة مشاهدين يكون خرص فيديو النهاردة. ما تنسوش العواجبكم. تدعموني بلاك وشير لي. واللي حابب يشوفني فيديوهات تانية اتاك انه ومشترك في القناة فعل الجرس عشان كل الجديد يوصلوا. واشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. سلام عليكم.